بنج عام هو من تسميته البنج العام اللي هو احنا صارنا سنوات مخدرين مخدرين هو واضح من عنوانه يعني الموسم الأول هو كان مختبر بالنسبة انه بصراحة يعني لأنه الناس تعرفنا انه احنا كوميديين بس بالحقيقة احنا ممثلين يعني وانت انسان احنا احنا ممثلين دراما وممثلين تراجيديا بس نعرفنا على اساس احنا كوميديين فكان مختبر بالنسبة انه بعد خمس او ست سنوات من مواسم لا يتبطيخ ودخولنا بالكوميديا كان اختبار انه نجرب نفسنا بالدراما من جديد وحتى على مستوى المصورين والكادر الفني كله كان اختباره توزيع الكاميرات وخراج المشهد بالكوميديا اختلف عن الدراما اختلف 180 درجة فكان اختبار انه ونجحنا بالموسم الأول الموسم الثاني من بنج عام هم اخذنا هذه الخطوة وردناه يكون مختبر ثاني مثلا انا بالنسبة الي حضوري بهذا الموسم الثاني كان اقل من الموسم الأول بس هو جزء من اتاحة الفرصة مثلا لموثلين شباب وشفتوا بنج عام الثاني طرح وجوه جديدة ممتازة جدا ويمتلكون مواهب بالتمثيل ترح تكون لها شيء بالمستقبل حتى على مستوى المصورين مصورين احنا بشركة ولاية بطيخ فتحوا المجال للمساعدين والمصورين والمخرجين الجدة والمخرجين الشباب حتى يجربون نفسهم بهذا المكان وحمد الله شفتوا النتائج بينت من خلال الحمد الله